بستوديو هاشتاك شباب الدكتور ماهر جبار الخليلي رئيس اللجنة العلمية والثقافية في نقابة الأكاديميين العراقين وعضو رابطة المجالس البغدادية الثقافية يسعد مساك دكتور أهلا وسلم حياكم الله حياكم الله وسلم بكم دكتور بداية اليوم سنحصل على محور الكتب الالكترونية بدأ الكتب الورقية أردت عرف ليش صار أكوبا ديلي؟ ليش قامت الناس تروح للكتب الالكترونية تفضلها على الكتب الورقية؟ طبعا موضوع الثقافة متقدمة يوي التكنولوجيا فالتكنولوجيا تقدمت في هذا المجال بشكل كبير جدا فأصبح الكتاب الالكتروني سهولة الحصول عليه وحصولت الحصول على المعلومة أيضا من خلال جوجل والبحث ولكن مسألة أنه يكون بديل للكتاب الورقي هذه مسألة فيها نظر صحيح هناك هبة شبابية كبيرة جدا على الكتب الالكترونية والمعلومات ولكن ظاهرة المتنبي في العراق أثبتت وجودها شارع المتنبي يوم الجمعة يشهد حركة ثقافية كبيرة جدا باقتناء الكتب من المكتبات وبالتالي انتشر حتى دور النشر كانت في السابق أقل انتشارا من هذا الوقت بفضل وجود شارع المتنبي ودور النشر التي انتشرت في هذه الفترة صحيح هناك اتجاه نحو الكتاب الالكتروني سهولة الحصول عليه ولكن يبقى الكتاب الورقي إلى نكهته الخاصة وإلى وجوده الخاص الشباب كل ما يتقدم بهم عمر خلال سنتين ثلاثة أربعة يمل من الكتاب الالكتروني ويرجع للكتاب الورقي فتشوفين الآن حتى في ظاهرة الثقافة في الكرادة قهوة وكتاب رضا علوان مخاضر رضا علوان دائما نشوف توقيع كتاب توقيع كتاب أغلى الكتاب أغلب الرؤيين أغلب الشعراء يحاولون يسوقون الكتاب الورقي من خلال فئة الشباب وهذا هو حقيقة تشجيع للعودة إلى موضوع الكتاب الورقي اللي صحيح هو الكتاب الالكتروني أخذ من عنده مساحة خلال الفترة الماضية ولكن عودة الكتاب الورقي موجودة ودنا نلاحظها بهذا المجتمع طيب دكتور أنت ذكرت من خلال كلامك أنه الكتاب الالكتروني جاي يلاقص تحسان الشباب من ناحية السرعة برأيك يعني كون يحصل مثل أنا قاعد بالبيت أحتاجت مصدر معين فبدل ما أروح من مكان لآخر أن أروح مكتبة أو أروح لشخص عنده مكتبة منزلية باليوتيوب أو بالجوغل أطلع رأسة اسم المصدر ويعني أسحبه وأشوف الكتاب أو أطلع عليه أحسن طبعا هي سهولة الحصول على ما أنت قاعد بالبيت بدون ما تروح للمكتبة بدون ما تشتري جوز أقل كلفة ولكن كثير من الكتب الرئيسية يعني الصادرة حديثة ما موجودة ما توفر على الموقع ألا بمبالغ عالية طبعا من دور النشر العالمية وبالتالي هذه تحتاج إلى مبالغ وتحتاج إلى إجراءات فنية خاصة بالأمازون أو غير الأمازون ولكن بالنسبة إلى الكتب القديمة التي تطورت وتصورت إلى كتاب بي دي اف أو غيرها ممكن يحصل عليها سهولة الحصول على المعلومة طبعا موجودة ولكن عملية الحصول على الكتاب الورقي تكون أسهل من خلال التواصل مع دور النشر أنا دائما أشجع طلابي وتناميذي أنه سوي لك مكتبة بالبيت مكتبة وراقية يعني كتاب عندك ما لهاي السنة طبعا من المرحلة الأولى أوجههم أنه كتابك ما لهاي المرحلة للذبة ليس في نهاية السنة الشقة والذبة والشقة الملزمة لا بالعكس خليها نواة لمكتبتك في البيت لأن هذه راح تكون إشعاع نور ثقافي في بيتك لنفسك وغدا راح تكون لأولادك ولأسرتك ولكل من يتعلم من هذا الكتاب الكلمة ممكن تغير مستقبل الشخص زين دكتور مثل ما ذكرت حضرتك فئة الشواب تتجه للألكتروني وتقرأ هم يحسون بلذة الكلمة من يقروها معناها مثل ألكتروني بالفون أو بالحاسبة مثل ما هو لازم الكتاب ويقرأ به لا أبدا اللذة ما موجودة بالكتاب الألكتروني يعني مر عليها مرور الكرام وعابرة وبشكل سريع وأيضا مؤثر على العين مؤثر على أحد السلبيات طبعا كثيرة وبعدين الكتاب يحتاج تركيز يعني هو قد يطلع على المعلومة من الكتاب ما يصفح الكتاب كله قد ينسع أيضا عنوان الكتاب بس يأخذ المعلومة بينما الكتاب الورق عندما يكون يعني راكز القهوة يمّا تشاي يمّا أهم شيء القهوة يعيش الأجواء كل هوا يعيش الأجواء والكتاب الورق يمّا يكون واثق من كل تفاصيل الكتاب من دار النشر من سنة الطبع من عنوان الكتاب مؤلف الكتاب هاي راح يكون كل مركز عليه بالكتاب الالكتروني هاي كل التفاصيل الضيئة وأكو نقطة مهمة دكتور أنه مثلا حضرتك تصفح بكتاب الكتاب الالكتروني بجوالك أو بآيبادك أو بحاسبتك وفجأة تخلص شحن أو شخص يتصل عليك أو توقف يعني فهي همّت شوية تقطع سلسلة أفكار الشخص اللي يقرأ بالكتاب الالكتروني عكس الكتاب الورقي اللي يقرأ يعني أوكي إنه أحد يتصل عليه أو هاي هو يرجع للكتاب نفسه أحسنت فرح تصير خلال أحسنت خاصة يسمى موضوع الشباب يعني من يقرأ لقصيدة سمني قرأ قصيدة مثلا ديوان شعر فمن يقرأها بالكتاب الورقي تكون واضحة قدامها لكن من يقرأها بالكتاب الالكتروني يعني يكبر ويصغر وبعدين تطفر بالصفحة ويصير بها إشكالية فما راح يتواصلوا إياها بالشكل لما يكون الكتاب الورقي ويقرأها بشكل راكز ويقرأها أيضا بلحن يقرأها بقافية فراح تكون مؤثرة في دماغة وفي نفسها أكثر من كتاب الالكتروني نعم سأل زينزا ديشوف أكو قروبات بالفيسبوك قنوات بالتليجرام دي نشرون بمواضع عن الكتب شن رايكب هاي المبادرة يعني مناقشات ديسوها ششي زين لو شن رايكبها لا بأس صير قروبات وصير تبادل معلومات تبادل ثقافي حتى توجيه نحو الكتب الالكتروني الموجودة لا نلغي ظاهرة تماما بالعكس هي ظاهرة مفيدة ولكن لا تكون بديلا عن الكتاب الورقي ولا تكون بديلا عن القراءة المسائية هذه يجب أن تكون عادل للشباب لأنه هاي هي بناء الشخصية يبدأ من هذه الفقراءة يعني إشكد ما أكو بدائل نحن نرجع لهم شيء الكتاب حتى تحس بكل شيء بالضبط لأنه الكتاب الورقي يكون محتفظ به في مكتبة البيت يكون مؤثر بالعائلة إشعاع نور أنا أسمي الكتاب في البيت هو إشعاع نور حالي ومستقبلي طيب دكتور للكتب أو المجلدات القديمة إلها تجديد بدور النشر أو دور الطبع؟ أكو بعض المؤسسات تبنت هذا الموضوع يعني بس مو جميعا تعرف يعني ولو أقاضعك لأنه أكو بعض المصادر اختفت أصلا أي طبعا أكيد واي مصادر اختفت يعني أنتاجات الطباعة بالقرن العشرين يعني من الألف وتسعمية أو حتى ما قبل القرن التاسع عشر عندما دخل الحرف والمطبعة إلى سوريا وبلاد الشام بالبداية قبل أن توصلنا إلى العراق وقبلها بالحملة الفرنسية على مصر سبعة ثمون وثنين من جو الفرنسيين جابوا إياهم مطابع فهذه الفترة اللي دخلت بها حركة النهضة العربية لكنه بالقرن العشرين عندنا هواية كتب ومؤلفات ومجلات وصحف هذه كل اندثرت أو محفوظة بالأرشي فهي احتاج تجديدها أكو بعض المؤسسات تبنت طباعة مثلا المؤلفين كبار مثل جبران خلق جبران مثل مقايير معينما إعادة كتابتهم واليوم منتشرة أيضا ويشوف بعض الشباب يتكلمون بها إعادة هذه الكتب للحياة شي مهم وجميل جدا زين دكتور نشرت بالأخير يعني برامج قامت نزل يعني يقرأ الكتاب بس بصوت سمع يعني مو بس قراءة يعني يشرح لك هو بالصوت شنو رأيك بها المبادرة يعني شي زين أحسن من القراءة أنه صوت هم يلو لا هذه ظاهرة حقيقة يعني قصدها الكتاب المسموع الكتاب المسموع قراءة الكتاب ظاهرة جميلة يعني لا بأس بها وهي استفاد من أدهد والاحتياجات الخاصة نعم صحيح يعني هاي مهمة يعني أنا مارستها يعني في فترة من الفترات لزميل لي كان ضرير فكنت أسجل لها كالسيتات مسجل ويعني أقرال الكتب وهذه فظاهرة جميلة وأيضا محبذة عند بعض الشباب قد تكون مؤثرة بس يعني مسألة أنه تكون أساسية لا يعني ما أحب ذها أحب ذها أن تكون فد برنامج تكون فد بادرة الموادرة لذول الاحتياجات الخاصة والتي تعريف الناس بموضوع معين إن شاء الله طيب دكتور بما أنه حاليا نعيش أشواء معرض الكتاب بمعرض بغداد الدولي برأيك هذا شيء يفيد الشباب أو الجيل القادم بإنتقاء الكتب وتركيزهم على الكتاب الورقي بدل الكتاب الإلكتروني وحتى مباق معرض بغداد كثير عندنا من المنتديات والمحافل والمعارض لتخص الكتاب تفيد الجيل الجديد أنه يبقون محافظين على انتقاء الكتاب الورقي بديل الكتاب الإلكتروني طبعا الأنشطة الثقافية ومن ضمنها معرض بغداد الدولي الكتاب نعم حاليا مع المؤسسة المدى معرض العراق الدولي الكتاب هاي واحد من الأنشطة الثقافية اللي تشجع على الكتاب وتشجع على شراء الكتاب وعلى أن له يعني ما رأي ما رأي دي نقول أنه يلغي الكتاب الإلكتروني لكن الكتاب الثقافي الكتاب الورقي يبقى إلى نكهتها الخاصة فيبقى هذا التوجه هنا هذه واحدة من الانشطة الثقافية التشجيعية وأتمنى أن هذه الانشطة تزداد ويصير تعامل مع دور نشر عالمية والطلاع على الثقافات الأخرى الثقافة الإسبانية والروسية وأي ثقافة عالمية أخرى بالترجمة بالتواصل مع الثقافات الأخرى وهذه الملتقيات جدا مهمة وجميل جدا أنه تكون في بغداد أو في باقي المدنة العراقية دكتور زيني استقبال الشباب بالحالي كل شيء قليل عليه كتب بما أنه تنوعت كتب إلكترونية بالورقية مثلا ما قلنا بالصوت سمعية بس ماكو عليه أقبال هاي الشباب ضعيف رأيك أنه مثلا عندهم قام النت والتكنولوجيا أكثر الهم واسبي من الكتب والقراءة مثل قبل طبعا أنا بصفتي رئيسة الجنة العالمية من قابة الأكاتب العراقيين نلاحظ هاي الطاهرة وخاصة عد الطلب الشباب وعد طلابنا يعني حقيقة أكو تراجع في هذا الجانب وأكو هم يعني نسبة قليلة جدا من المتوجهين نعو الكتب ودنشوف يعانون كثيرا الطلبة من مسألة حتى التعليم الإلكتروني وغيرها فبالتالي هي ظاهرة فعلا موجودة وأسبابها طبعا اقتصادية واجتماعية وسياسية وعندنا رفع أسباب هاي الظاهرة طبعا هاي ظاهرة أسبابها يعني يرجع وضع البلد الوضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي اللي مر بي البلد من حروب من مآسي فبالتالي تركت أثرها على كثير من الأسرة العراقية صح أثرت على الأسرة العراقية ولكن بشكل عام البلد بعد بخير العراق يعني ينبض بالحياة يمرض ولا يموت يعني دائما دائما تعاد له الحياة اليوم معرض الكتاب اللي موجود فيه معرض بغداد الدولي يعني أشوفه نابض بالحياة رغم قلة دور النشر وقلة التفاعل وجائحة كورونا والظروف الصحية ولكن الإقبال عليه يعني شيء مفرح جدا تبقى هذه الأنشطة الثقافية مهمة جدا والشباب حقيقة تنمية الشباب تبدأ من هذه الأنشطة الثقافية كلمة واحدة ممكن تبني حياة إنسان هذا مهمة جدا طيب دكتور بما أن حضرتك عضو رابطة المجالس البغدادية الثقافية ببغداد بالتحديد تقيمون ندوات أو ورش بخصوص مواضيع حقيقة احنا ما توقفنا خلال فترة الجائحة حتى في فترة الحاضر مجالس عدنا أكثر من 30 مجلس تقريبا بالمجالس البغدادية الثقافية متوزعة على خارطة بغداد المجالس بعد أن صارت الجائحة وصار الحاضر تحولت إلى الألكترونية وكنا دائما نستقطب بها شباب وعدنا موجودين شباب أيضا حضوريا ودائما نكرم المبدعين من الشباب سواء بالشعر سواء بالقصيدة بالمسرح بالفن قبل فترة كان أدنا مهرجان الرابط أصار في مركز ثقافي البغدادي في شعر المتنبي كرمنا أحد المتسابقين في سباق الدراجات اللي فاز بي في دبي واحد من الشباب ندوي الاحتياجات الخاصة هذا في مجال تنمية الشباب وأقبالهم على هذه النشاطات الثقافية ومن ضمنها الكتاب فبالتالي المجالس الثقافية تحاول أن تنشر ثقافة الوعي ثقافة نتمنىكم التعطيف دكتور سلمك ويخليك دكتور نرى أغلب الكتاب الكتاب يعني ماذا يكتبون كتب لغرض التجارة يروحون يعني مو للثقافة والتوعية في شن رأيكم هذا الموضوع طبعا أكو جانب ربحي بس جانب ربحي للأسف في ما يخص هذا الواقع نحن بالعراق يعني الحقوق الفكرية معدومة قانون الحقوق الفكرية لا زال يعني في طور التمهيد وبالتالي أكثر المتضررين هو المؤلف فالمؤلف من يألف كتاب يكون غالبية على حسابه الرابح هو دار النشر فبالتالي هو مسألة ربحية يعني بعيدة عن المؤلف الدار النشر هي المسؤولة على الربح ولكن في مسألة التسويق لهذا المجال وتسويق الشباب يعني أيدها يعني بمعنى أنه الشباب أنه يقبل على التأليف يقبل على طبع ديوان على كتابة قصة وإن كانت فيها أخطاء لكن يتعرض إلى النقد هو النقد التقويمي يطور من قابلياته دكتور نحن نقصد أنه من ديكتب ما بيهدف يعني الكتابة ديكتبها ما بيهد أفلاد التوعية للثقافة مجرد الغراض التجارة فقط تعريف طبعا أكو هاية من هذا النوع وللأسف لأنه احنا المسألة النقدية هي اللي تبني يعني أنا درس مادة عصر النهضة في الدولة الأوروبية الحركة النقدية اللي ظهرت في مسرح شيكسبير في الفنانين بيكاسو وغيرها في الأدب في دانتي وغيرها هاي كانت حركة نقدية هي اللي قومت الحركة الفنية في تلك الفترة فاحنا نحتاج حركة نقدية حقيقية موجودة للأسف البلد يمر بظروف صعبة وهاي الحركة النقدية اختفت عندنا نقاد لكن نقاد قليل النقد الهادف النقد البناء غير النقد غير بناء هو اللي يقوم الحركة الثقافية بشكل عام طيب دكتور قبل قليل ذكرت المنصات الالكترونية بمرور الجائحة يعني سويتوا منصات الالكترونية لتتقي في الشباب وتطويرهم بشدة المجالات الثقافية وكرمتوا أكثر من شخص لاقتوا استحسان بهذا الشيء بالمنصات الالكترونية يعني ولا لا طبعا أو كان أقبال أكثر أو أوسع من الحضور الشخصي طبعا دائما بالنشاطات الثقافية أحاول أشرك طلابي سويت فريق تطوعي وفريق شبابي عندي طلاب عندهم فريق مسرحي عندي فريق تطوعي ساهم في نشاطات تطوعية في بغداد فهذه النشاطات تساعد على التنمية الشبابية ساهمت أيضا في نشر الوعي الثقافي حتى البنات إذا أهاليهم يشوفون هذا بدأوا يتواجدون في هذه النشاط الثقافية كانت يعني ما موجودة سابقا ما يخلوهم يطلعون هالسلاء جنيل هذه النشاط الثقافية فهي فعلا ساهمت في هذا المجال دكتور زين وين دور الحكومة ووزارة الثقافة يعني حتى تحضن الكتاب حتى يوصلون الشيء يريدون يوصلون للشباب يعني اليوم ماذا نشوف مهرجانات للكتوب دورات شيء فأريد أعرف دور الحكومة ووزارة الثقافة وين هم؟ حقيقة يعني هي وزارة الثقافة تعاني من مشاكل عديدة من قلة التخصيص من قلة الاهتمام من ضعف الكادر يعني تعاني من كثيرا من المشاكل والمعوقات بشكل عام دورها ضعيف في توجيه الشباب دورها جدا ضعيف ويحتاج أولا لنشر الثقافة يحتاج تخصيص أموال كبيرة للثقافة لنشر الثقافة كلمة الثقافة بحد ذاتها تعود للجذر ثقافة بمعنى ثقافة الرحم بمعنى عدله وقوامه تصحيح المعوج هذا في الجذر في اللغة العربية فالثقافة هي نشر الوعي تصحيح المسار الثقافي في البلد وبالتالي وزارة الثقافة حقيقة بعيدة عن هذا الاتجاه يعني نحتاج إلى عادة النظر في مسألة التخصيص الأموال نحن أموالنا كلها مخصصة للدفاع والداخلية ولغيرها وبعيدة عن التعليم وعن الصحافية وأكو أرقام وحصائيات على منظمات عالمية تدلل على هذا الشيء ولكن بشكل عام دار المؤمن للترجمة أيضا مهم أن ننطلع على الثقافات الأخرى إلها دور ولو ضعيف لكن إلها دور بسيط طيب دكتور بما أن الوقت بلش يداهمني أريد شيء آخر من عندك أنه نصيحة أو معلومة لأجيل الجديد أنه يهتمون بالقراءة وخصوصا الكتب الورقي شو تنصحهم أو شو توجههم من نصيحة يعني الشاب من يعني تعدى مرحلة المتوسطة فيبدي باقتناء الكتب يعني يكون اهتماماته يحدد اهتمامه ومساره سواء شعري أدبي قصر رواية تاريخ في أي مسار من المسارات بالفن فيحدد مساره ويبدي يقتني الكتب اللي يتخص هذا المسار حتى يقوي شخصيته حتى يقوي مكانته ويبدي يسوي نواة لمكتبته الخاصة هذه المكتبة رح تكون نور إليه وتقوي من شخصيته وتكون أيضا نور يعني المستقبلة لأسرته لأولاده حتى ينطيهم تاريخه أنه أنا من كان عمري هلقيت كان عندي كتاب وفلان كتاب أول كتاب قرأته وهكذا شكرا إليك دكتور اليوم نورتنا بهاشتاك شابا نتمنى لك الموطقية ونجاحها بكل مسيرة عملك بالاجتماعية والمهنية شكرا إليك وحضورك نورتنا اليوم شكرا إليك